السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن تحويل الكلام الى نص مكتوب في اجهزة سامسونج بدون تطبيقات خارجية الخاصية موجودة بصفة اساسية في الكيبورد بتاعت سامسونج لكن بتبقى غير مفعالة افتراضيا هنشوف مع بعض ازاي نفعلها وازاي نخليها تتحول للغة العربية وباللهجة اللي تنسبك بحيث تقلل نسبة الخطأ في فهم الكلام هندخل على settings او اعدادات بعد كده ندخل على general management او الادارة العامة بعد كده keyboard list and default او قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي نجي على خانة جوجل voice typing او الكتابة بالصوت من جوجل ونفعلها هتظهر لنا الرسالة دي وده معناه اننا لازم نعمل restart للموبايل هنضغط اوكي بس مش هنعمل restart دلوقتي نفتح الاختيار هنيجي على اختيار languages او اللغات ونختار منها اللغة اللي احنا عاوزينها وهي بالنسبة لنا العربي طبعا تقدر تختار منها اللغة العربية باللهجة اللي تنسبك هتلاقي هنا معظم الدول العربية بعد كده نعمل back وندخل على سامسونج keyboard او لوحة مفاتيح سامسونج وننزل تحت على خانة voice input او الادخال الصوتي هنلاقي الاختيار الافتراضي على سامسونج voice input او ادخال صوت سامسونج هنخليها على جوجل voice input او ادخال صوت جوجل بعد كده نقدر نعمل restart بعد الجهاز ما يرستر ندخل على اي برنامج نفتح من خلال كيبورد وليكن مثلا النوتس نضغط على رمز المايك ده ونبدأ نتكلم والكيبورد هيحاول الكلام اللي احنا بنقوله الى نص طبعا الخاصية دي تقدر تستخدمها مع اي برنامج بتستخدم فيه الكيبورد وهي خاصية مميزة جدا ونسبة الخطأ فيها تكاد تكون معدومة كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته